السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجرة اليهود من أرشاليم واستقرارهم في أرض العرب وتحديدا يثرب وخيبر لم يكن صدفة بل كان بترتيب المسبق وعنقصد وعمد كان اليهود في انتظار نبي مبشر به في التوراة والإنجيل يبعث من أرض العرب ويهاجر إلى أرض ذات نخل وبين حرتين والحرة هي سلسلة من الجبال ويثرب مدينة لها تاريخ عريق يمتد لعهد العماليق تأسست قبل الهجرة النبوية بألف وستمائة عام وكانت يثرب مثل الواحة في الصحراء القاحلة وكانت معروفة لكل القوافل التجارية الذاهبة شمالا للشام وجنوبا لليمن وحسب الترتيب الزمني استقر اليهود أولا في يثرب وكانوا يستأثرون بالأماكن الجيدة وكانت أموال يثرب في أيديهم وبعد انهيار سد مأرب في اليمن هاجرت قبيلتي الأوسور خزرج إلى يثرب واستقر الأوسور خزرج بجوار اليهود وتخير حضرتك الدنك والشدة اللي عاشوا فيها في أول الأمر ولما زاد عدد الأوسور خزرج عقد العقلاء من الطرفين معهدة للسلام والتعايش والدفاع المشترك عن يثرب ضد الغزاة وظلت السلطة والحكم في أيدي اليهود حتى أتى ملك ظالم فاجر جاحد يسمى الفتيون ولما زاد الأمر عن الحد وطفح الكيل قتل الفتيون على يد رجل من الخزرج يسمى مالك ابن العجلان وخلي بالك من الاسم ده كويس لأنه حيكون محور الأحداث بين الأوس والخزرج ولكن قتل الفتيون ليس بالأمر الهين فتنقر مالك ابن العجلان في زي امرأة وأخفى سيفه وقتل الفتيون ثم هرب إلى الشام وكان موجود في الشام الغزاسينة اللي هم أصلهم من اليمن وهجروا إلى الشام واستقروا بها وكان لهم شأن وحظوة عند الملك وما كانش قدام مالك ابن العجلان الخزرجي إلا أبو دجيلة الخزرجي وكان عظيم الشأن عند ملك غسان فقص عليه القصة وأخبره بالنبأ أقسم أبو دجيلة الخزرجي ألا يمس طيبا ولا يأتي النساء حتى يذل اليهود ويعز الأوس والخزرج في يثرب وأظهر أنه يريد الذهاب إلى اليمن وحين وصل إلى حدود يثرب نصب خيمته وزعم في اليهود أنه قد أتى إليهم بهدايا من ملك غسان فأتى أشراف اليهود إلى خيمته وكان دخول أشراف اليهود للخيمة واحد تل وواحد وكلما يخش واحد تتفل السطارة ويقتل قتل من أشراف اليهود مئتين وبعد ذلك لم يكن هناك أعز من الأوس والخزرج في يثرب وشارك الأوس والخزرج اليهود في كل شيء وتوسعه في المزارع وبنوا الآطام اللي هي الحصون بدأ اليهود يلجأوا للسياسة بتاعتهم المعروفة فرق تسد وبدأوا بالإيقاع والتفريق بين الأوس والخزرج وصار هناك حروب طاحنة بين الأوس والخزرج استمرت لقرابة 120 عام تخيل حضرتك أكتر من عشر حروب استمرت لقرابة 120 عام أول حرب بين الأوس والخزرج كان بسبب شخص يسمى سمير من الأوس وبدأت الكصة أن مالك ابن العجلان الخزرجي اللي تكلمنا عليه قبل كده كان له حليف يسمى كعب ابن العجلان أقام عنده فترة وفي يوم ذهب إلى سوق يثرب ودخل رجل إلى السوق بفرسه وصاحب أعلى صوته ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب فتجمع القوم وحضر الشيطان فقال رجل فلان وقال يهودي بل فلان ابن فلان من اليهود وقال آخر بل أحيح الأوسي وقال كعب بل مالك ابن العجلان الخزرجي وفي نهاية المطاف أخذ كعب الحصان من الرجل وقال لهم متفاخرا ألم أكل لكم أن مالك ابن العجلان هو سيدكم وكان وسط القوم رجل من الأوس يسمى سمير لم يعجبه الكلام فتربص بكعب وقتله ولما علم مالك ابن العجلان بما حدث لحليف كعب ثار بشدة وطلب من الأوس سمير ليقتله فقالوا لا نعلم من قتل كعب ولما زاد احتقان الأمر عرض الأوس على مالك أن يأخذ الدية فقبلها وكانت دية الحليف نصف دية ولكنه طلب دية كاملة ورفض الأوس إعطاء دية كاملة وقرعت طبول الحرب واستمرت الحرب بين الأوس والخزرج لمدة 20 عام بسبب سمير وتخيل حضرتك عدد القتلى والدمار اللي حدث بين الأوس والخزرج بسبب سمير والاستمر إلى 20 عام فماذا فعل الأوس؟ عرض الأوس على مالك ابن العجلان أن يحكم بينهم المنذر ابن حرام اللي هو جد حسان بن ثابت شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل فحكم المنذر بأن يعطوا لمالك ابن العجلان دية كاملة ويكون هذا مجرد استثناء ثم يعودوا إلى سنتهم القديمة فالحليف له نصف دية فقابلوا وتفرقوا ولكن هيهات نشبت العداو والبغضاء بين الأوس والخزرج واستمرت الحروب بينهم لمدة 120 عام حتى كان يوم البعاث اللي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أعوام جزاكم الله خيرا بخمس أعوام